موسيقى يفسر طريقه الباقين يحصر عليهم يحصر عليهم ضياء يحصر عليهم الذيب يأكل غنم يحصر لكن هذا الرجل هذا الشاب وموفق يقيل له بنت عم وبنت عمه هذه معهم عربا كلهم بعده يمكن كم من بيت مجتمعين هذا بقديمة الزمان قبل السيارة تروح لهم لبل المهم من بنت عمه هذه قاله والشيبان والله بنا ما عاد وراها قصور وحضيظها بنت عمه اللي جاء لها ولد عمه لهذه الخصان رجال كرب رجال شجاعة رجال صخة رجال بر بوالديه وبر بجيرانه ويعمل ويفزع سبحان الله الوارد والمصدر هذه بالبل وبالغنم والرجال عنده جهود طيبة لكن عنده عذروب واحد والعذروب والشي قيله انها الحياة الخجل الحياة ما ياتي الا في خير لكن هذا عذروبه ما هو عذروب قد يكون اللسان يميل لخجل ويستحي مثلا من النساء ويستحي لكن الرجل معبي قلبه من كل علومة طيبة جاء يوم من الايام ويتمعه والشيبان بينهم وقالوا بنت العم هذه لا يقتن الولد عمها وتحمد ربها لي الله جاب لها ولد العم هذا علومة كلبها طيبة يا فلانه واش رأيت ولد عمت لو ما لمر هذه فيه سان تمنيتي قالت والله ولد عمي ضعيف اثرها مغرورة بجمالها وثر عندها امور ما ادري ابرى لله يمكننا تبعي واحد مثلا اجمل منه ولا الرجال ما بيحذروب الا الشي اسمه الا الحياة الحياة قيل بالحديث انه ما ياتي اللي في خير لكن نعم لكن قد يكون انها لتعد حدوده انه يتعب الانسان يوم من الايام قال الابو البنت وزوجته ام البنت قال ما حصلين ما حصلنا طيب من ولد عم هذا هذا ولد عمها خادم القطين كلهم وخادم العربان بالابن والغنم والعم الطيبة والبر والصدقة ما انت لقيت ان غير قالت والله ولد عمي ضعيف واش ضعفها فكرت انه يوم يستحي انه ضعيف وهو اشجع الشجعان المهم منها خيل لها بعقلها وبجمالها وقد يكون برق لها بارز والله اعلم انا ما نداري عن الاسرار لكن هذا ما سمعت وبقوله حثها امها وابوها ان شاء الله السبوع الجاي هي ترعى الغنم والولد يرعى الابن ابنهم كلهم قال ان شاء الله ترى السبوع الجاي ان شاء الله هنا بيناحاول بتاخذين ولد عمت ان شاء الله هي بيجيب لخيمة الخيام هاك الحيم ماك الواحد يجيبها يحطونها خربن بجنب البيت ياخذون منها كم متر ويصير للعروسة بينها لها وبين شيبانا الله يسعدك هذا تجمل بيض وجهك رحم الله تسمعون اخواني السازر لا نبدأك نسمعك الله يسعد تسلمون المهم قالت البنت والله ما اخذ افلاء افلاء انا بهض عفي شوي وانسان حديتوني فالبير اللي يتشربونها ترى تم تلقوني بها حية ولا ميتة يا بنت يا و ما هذا عمرت هذا ولد عمت وهذا والديت والله انه محرص ما صلحت من نفسك ويعرفون اكثر ما تعرفين قالت ابدي اذا مشيتوا على رأيكم يا شيباني فالبير يتردون عليها هي مرقدي حية ولا ميتة تبط الشروح والله اعلم لكن الله سبحانه وتعالى متصرف في خلقه وقد يكون نهما وعظة المهم قال والديت ما هم غاشينت ولد عمت تاخذينه اليوم يا اخواني حنا ما نميل الامور من زمان لازمان اليوم اللي ما قرأ دراء وهذه شريكة حياة ما في شك لم انها عرفت ما صلحتها لكن بعض الناس الله يهدينه وقد يكون عنده خيالات وبعكس ذلك الامور ما تجي على الكيف لكن الوالدين بالدرجة هلولة تراهم يعرفون ما صلحت البنت وخص كل زمان اللي مكان ولها عرفة المهم قالوا يلا نبي ملت لك على بنت عمك لا لا تبولهي لا لا ترى نتميت وتميت قالوا ما علني من سحنة والديت وعارفين ما صلحت ولا يوجد خير من ولد عمت هذا والله لو نخبر غير من خيره نخيرت ولكن ولد العم ما تعدينه ملكوا لهم يوم ملكوا لهم يقيم الرجال ويجيب له خيم ما كل واحد يجيب خيم ماهك الحين ويطقه وهك الحين يجيبون هدو الملابس يجيبونها طياق ويجسون العرب هك الحين الرجال والنس طياق وطياق وطياق رجال ويجيبون بشوت ومشالح للريجيل وهكذا ماهو مثل اليوم يجيبون فلوسه ويقول بكيف هك الحين سبحان الله طياق نس ورجال ثم يجيبونها ثم العقدة هذولة كل واحد يحصل المرشيلة ولا ثوب والرجال يحصل له بشت ولا ثوب ولا شماق يعني العرب يستبشرون كلهم جاب الجهاز وحط المهم قال رأيتها الغنم خلاص وخيل سدهم منس يروح بالغنم وانت ان شاء الله الليلة متزوجها ان شاء الله الخيمة موجودة قال لأم البنت يالله جهزي البنت ان شاء الله والليلة يلفي عليها ولد عمها وان شاء الله قد دامكم كل الخير وحنا عارفين ان شاء الله هالأمور والمصالحات يوم جاب الليل وكله والعرب عشاهم وعين وخير قال يمسك البنت قالت لكلمة قالت لكلمة قالت مراحي بير 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 يتشربون بير الم لكن انا مراحي سوى حية ولا ميتة تبهت تشروح ما بيشك لكن يفطني لها لما دخلت مثلا بالخيمة يقض بيها لان رجال يمسكها جاء وقت الزفاف وجاء العم وجاء ولد أخوه ومش ولو الخيمة وقال يا ولد أخوه فلان انت ان شاء الله فيك عرف لكن ابا ذكرك الذكرة تنفع بنت أخيك تقول أنا مرقدي بخيمتها بشي اسمها بالبير مرقدي بالبير بير ماكو اللي تشربون ولكن خلك حذر البنت لما انك ان شاء الله تخل ويت ما امسكها يعني خايفين حنة انها تصمل على رأيها المهم أثناء الكلام الرجال جاء العريس واستلم البنت من أمها ودعت لهم بالبركة يقول يوم جاء البنت يقول لا والله انها خايفة ومرتاكضة ومرتابشة قال يا بنت عمي انا عرف سمه مبطي وانتي تعرفين ولحنة جناب البعضنا لكن ريحي نفسي واستريحي أثارها تريقت كأنها نامت قدامها وقال والله ابنت عمي ما نقايل لها شيء أبا أخذ اللي يفاترها شوي وخليها ترتاح خلت اللي الرجال تمغط وقد يكون سج أو دخل عنها النوم وترفع الذرة وعلى طول تروح للبيل نعم اي نعم اول اللي وتنطد الرجال صحي في التعيون لو الله محلها فاضي الرجال استدهر على الخيمة واستدهر على البيوت ما لقال هثر وقال عمي مصيني الرجال لبس ملابس وإذا عنده خنجر كانت تجي من الجنوب من عدن ومن عمان وهذه مشهورة قيل إنه لو تحطها على أقوى شيء تقطع سبحان الله ويعرف ابو سليمان والأخوان ترى تجي من الجنوب خنجر ومن عمان ترى تجي وهذه خنجر صغير للجربوع والضب والذبيحة وهذه خنجر عكفة يسمونها ذريعة ويسمونها مشهور المهم الرجال أخذ خنجر هلالة عن البيرة اللي قال لعم وقال أنا خايف على ابنت أخي أنها طيح بالبيرة ويحصل لها ذيابة الذيابة مليا لغدية وليحصل لها ذيب على طول ليجي الشلع أو يا كلام الرجال أسهم الرجال بشي اسم خنجر معه يوم أقبل على البير للدنيا خال يهول الليل وتسمع وصيص على الصيفير لو أنه بعيد عنك يوم أقبل على البير لو الله ما يسمع شيء والرجال ينبط يتسمع للصياح بوادي ثاني يسمع الصياح وتويل ويسمع الصياح وتويل والرجال يميل على الصياح قيل أن القمر توه بازق أما يمكن تقريب بالعشرين أو بالحد عرض مسفرة وهو يغير قال يوم أنه غار قال بالشعيب يقول أرد الله وهذه رسالة من رب العالمين كي يضرها الله ذيب سبحان الله يبياكلها ويوم أقبل على أقبل تعالى البير هو يعرض هذيب يوم عرضها الذيب تبلم سبحانه لهذا أمره رسالة من رب العالمين قيل أن الذيب لمنه هد ولا فتح فهمه قيل أن الله سبحانه وتعالى أنه يبصم ولا يمديه ولا يقدر على الصيد تهليه قدامه سوى من الغنم ولا من البشر يقول المهم منه عرضها وردها عن البير وقام يطردها مع الوادي وقام تذر بيدياتها وراء وتصيح وتويّل الذيب مبلم انطبقة تحنوك على بعضها الله ليبلمه وقام ينسعها مع ظهارها بزقمة بس ما قدر على أي شيء لا إله إلا الله وسمع الصياح وهي ميل من البير يما الصياح ذا قال يوم أنها قال أخذ لها شوي تقول الله أعلم نص كيلو أو أقل لها شوي قال لا يشوف المرة والذيب بثارها يتليها مترهيا علىها يقول كبرى يقول سبيل يقول كبرى ولد الحصان السبيل يقول ينسعها بزقمة ومترحمة ومستعدل عليها يبيه يفتح حمه لكن الله سبحانه وتعالى اللي يلجم يسمونه تبلي ويدقها مع غاربها ومغرب بيدياتها بهالخلاء من حاجة تنعانها لها ولد عمها وحالتها حالة ودرت أنها حذرت ما في شك ومع الضرب هذا قيل أنه من أقبل عليها يقول والبنت يقول حد الضربات يقول يوم من ضرب هذيب يقول يتنبطح قدام يقول طاحة بغشية بالموت يعني والذيب يفحج عليها تعباني وقل والرجال مع هذريعة هذه قالوا من قريب قالوا واشلع اشلع الذيب مع جنبه قال والذيب يونجز هناك قال لا والله انكرشه ومسرانه قال طائحة قدامه قال هو يتصح يوم صحت قالت ولد عمي ذبحت الذيب ولد عمي ذبحت الذيب قال ولد عمت قالت والله قبل الذيب أنك أبغض من مشاء الأرض قدامه ولد عمي ذبحت الذيب قال ولد عمت ذبحت الذيب قال ذبحته ان شاء الله وهذا ان شاء الله رسالة من رب العالمين اقمزت وحطيت يدها من وراه المهم وسلمت عليه وقال نالي وقال زوجت اليوم ودوم ان شاء الله ونبروها لخيمتنا قالت ما أشوف أفضل منك على وجه الأرض أي طريق انت باح النمأ مشوا يقول يروحون على طول للخيمة ما حد درعانهم قالوا تخلوا بخيمتهم يقول لا والله هل أموه موجودة والعلم الطيب موجود قالوا واخر ليلهم قال يوم نجاح أذن الفجر قالوا يقوم مرة يجال ويتوضى قالوا يصلي مع المسلمين ويبارك كل أخوياه وجيرانه وعيال عمه قالوا يا أفلان أنت الحقيقة ما قصرت عشيتنا البارح وعلومك طيبة لكن اليوم نبي نعفيك لبل مع هالعيال ويبعون يردون الشيبان وصملتهم يبعون يردون البيرة أو عدتهم لكن الله سبحانه وتعالى أرسل رسالة وأنجاهم لحيث أن الجال موفد سبحانه لهذا أمره وقد يكون أنها رسالة من رب العالمين والله حكيم من عليم هو اللي يعرف مصلعة من يادم الرجال جلس ووردوا الشيبان ووردوا الصغار ووردوا عيال عمهم موجودين أهل البيوت اللي حولهم قال يوم يقبلوا على البير قال لو الله أن الذيب يقول كالش لهم صلعان طائحة بسم الله الرحمن هذا هذا وهجاه ذيب ثاني لجرة المره والرجال يتسابقون يقول يوم يقول لو الله أنهم يوم قاموا قال لو الله يوم راح يقصون جرتهم لندخلوا بالخيمة سب لو الله نعرف هم البارح ما دروا عن قصتهم اليوم من عمير معين خير سبحان الله العظيم وتنتهي القصة وهي صارت تم عياله والرحم يا أخواني قد يكون اللمر هذا أنه رحم وهي شوش لها عقلها بجمالها لكن الله سبحانه وتعالى رسالها رسالة وانقذها وصار ولد عمها أغلى ما يكون على وجه الأرض وكافو وانتهت القصة وسلامتكم وسلامتكم